طيب نكمل نكمل عن هذه المواجهة الكبيرة مواجهة الاهلي والترجي والاهلي يكون الترجي المصديف في مباراة الزيابة ان شاء الله يوم الجمعة القادمة عرفنا هنا في برنامج رقم 10 لمرسل كلها لموديل فني للنادي الاهلي عمل جلسة فيديو مع اللعبين استعرض خلالها عديد من الحالات لفريق الترجي التونسي خاصة المشاكل الدفاعية اللي بيواجهها الفريق بالمناسبة احنا النهاردة عندنا قاعدة تحليلية لفريق الترجي حلوة قوي هتعرفوا كل حاجة عن الترجي في القاعدة الحلوة دي في الفقرة التانية ان شاء الله يعني مع جمال وخليفة والشناوي كلام حلوة اوي طيب بما انه مارسل كلها كان بيفرج اللعبين على الفيديو على اخطاء الترجي التونسي الدفاعية تحديدا تحدث مارسل كلها مع بيرستا وكهربا وقال لهم ان هم يبقوا اسرع كثيرا كثيرا في استغلال الكرات ويستغلوا طبعا انصاف الفرص بس اقلوهم الترجي بيشعر بالارتباك بالسرعة في الهجوم فعشان كده طلب من كهربا وبرستاو وطبعا حسين الشحات سرعة اكبر في بناء الهجمات طيب ده النادي الاهلي ايه اللي بيحصل بقى في الترجي بتسمع عن اخبار اصابات وغيابات وكلام كتير اوي ايه اللي بيحصل في الترجي خلال الساعات والايام الماضية قبل مواجهة النادي الاهلي تعالى اقول لك كل شيء بالتفصيل الممل خلال موسم الحي لعب الترجي ثلاثين مباراة في كافة البطولات التي يشارك فيها وتمكن من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 8 لقات فيما خسر 6 مباراة وسجل 29 هدف واستقبل 21 هدف يحتل حلالة الترجي المركز الخامس من اصل 8 فرق من اصل 8 فرق الترجي بيحتل المركز الخامس في مرحلة التتويق بالدوري التونسي بعد انخاط 6 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في واحدة وتلقى ثلاث هزام في دوري عبطال افريقيا تأهل من دور المجموعات متصدرة للمجموعة الرابعة بعد الفوز في سلاس مواجهات والتعادل في مباراةين وخسارة لقاء وحيد مسجلا 6 اهداف تلقت شباكه هدف وحيد وفي ربع النهاية تأهل على حساب شبيبة القبائل الجزائري بعد الفوز ايابا في الجزائر بهدف والتعادل ايابا في تونس بهدف لكل فريق دي نتائج اخر خمس مباريات للترجي راجع معايا الترجي كسب شبيبة القبائل في الجزائر في دوري الابطال وبعد كده الترجي فاز في الدوري التونسي على النجم السحالي واحد صفر ثم تعادل مع شبيبة القبائل في تونس واحد واحد في دوري الابطال وخسر من الصفاكسي التونسي امام كابتن حسام البدري في الدوري التونسي واحد صفر وخسر بعدها من الافريقى ايضا بنفس النتيجة في الدوري التونسي طيب دول هدفوا التراجي في دوري أبطال فريقيا حتى هذه اللحظة محمد علي بن حمودة ثلاثة أهداف محمد علي بن رمضان هدفين محمد تجاي هدف وحمد للهوني لا يغيب عن هذه المباراة هدف محمد للهوني ده أهم ورقة هتغيب عن التراجي في هذه المواجهة رياض بن عياد هدف دي قائمة غيابات التراجي أمام النادي الأهلي معاس بن شرفيه ده برضو غياب مؤثر جدا للحارس الأساسي للتراجي التونسي الحارس الدولي يغيب عن مباراة الزهاب والإياب بسبب صبته في مران الفريق هاني عموم يغيب عن مباراة الزهاب والإياب بسبب الإصابة في غضروف الرجبة حمد للهوني يغيب عن مباراة الزهاب والإياب بسبب تعرضه لإصابة عضلية أيضا يغيب رياض بن عياد يغيب عن مباراة الزهاب والإياب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وأيضا اللعب ده أيضا مهم جدا لعب وسط التراجي غيلان الشعلالي ولعب دولي تأكد غيابه عن مباراة الزهاب بسبب إصابة عضلية مع إمكانية لحاكم الإياب الحضور الجماهيري تعرفين كلكم إن المباراة ستقام دون حضور جماهيري وفقا لقرارة حال أفريقيا لكرة القدم كاف بحرمان الفريق التونسي من جماهيري لمدة أربع مباراة مع إيقاف التنفيذ مباراة يعني مبارتين هيتطبقوا على طول ومبارتين هيتم إيقاف تنفيذهم لو التراجي تقرر شغب جماهيري يتم تنفيذهم تلقائيا وده طبعا بعد حدث الشغب اللي شهدتها مباراة التراجي أمام شابية القبائل الجزائري النادي التونسي نادي التراجي تقدم باستيناف على قراره حتى الآن لم يحسم مصير هذا الاستيناف بالمناسبة المفروض إن الكاف كان هياخد قراره في استيناف التراجي النهاردة بس لم يعلن شيء لم يعلن شيء وأنا بقول لك إنه كان لم يكن كده كده المباراة القادمة دون جماهير مباراة الأهل والتراجي دون جماهير طيب ماهير مباراة الأيو خامية